بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله درس قصير هنبدأ نتعرف فيه على ال Time Nodes اللي موجودة هنا كلها احنا استخدمنا شوية نودز منها قبل كده بس مهم جدا نعرفهم كلهم ونعرف امتى نستخدمهم وبرضه هنرجع على بعد الحاجات المهمة في ال Time Line Settings وال Project Settings فيلا بينا هنبدأ بالأكثر أهمية اللي هم اللي عمل عليهم أحمر بعد كده هنشوف الباقيين عبر عن ايه وهنبدأ نقول بعض الشورتكات المهمة وحنا شغالين فانا مثلا لو واقف هنا ودست Space انا باعمل باكبر المنطقة دي لو دست على ال Time Line هنا وانا واقف هبدأ اكبرها وطبعا F و H بيعملهم لل Viewer أو Frame Board و Frame All بس بيفت ال Viewer على قد الشاشة ماشي فاهمني Space Space بيكبر المنطقة اللي نتواقف عليها هنبدأ بأول حاجة اللي هو Frame Hold فريم هولد غني عن التعريف يعني أكثر حاجة بنستعملها فانا لو أخذت الفوتوش بتاعي وببدأ أقول له أنا هفريز أي فريم وهتلاقي بيبلاي بنفس المدة بتاعة الفيديو وبس أعمل فريم هولد بالفريم اللي انت قلت له عليه لو انت عايزه يعمل فريم هولد بس كل مثلا 10 فريمات تقول له 10 فهيبدأ يوقف 10 فريمات وبالكده يشغل عايز تقول له اوقف كل 30 فريم أو كل 25 فريم مثلا اللي هي ثانية تقريبا فهيبدأ يوقف ثانية يتحرك ثانية يوقف أوكي ممكن تبقى الحاجة دي مفيدة في وقت من الأوقات بس اللي مهم عندي ان أنا فريم هولد بستخدمه في كل الأوقات تقريبا من استخدمه في الكلينينج كتير قوي واللي عايزة عرفه ان هو برضه بتقدر تعمل فريم هولد لأي أوبجيكت 3D بيتحرك أو كاميرا بتتحرك زي ما عملنا قبل كده في الدرس بتاع التراكينج التاني لما كنا بنعمل فريم هولد للكاميرات عشان نعمل عليها برويجيكشن فالفريم هولد بيشتغل مع الفوتش وبيشتغل مع الحاجات 3D كذلك اللي معمولها أنا ميشا فده الفريم هولد أي حاجة دخلة قبلي هيعمل لها فريز في الفريم اللي انت هتقوله علي انا جبت الطايم لاين بتاعي هنا الدوكشيت حطت الدوكشيت هنا وهارجع للنوت جراف تاني حاجة عندنا الفريم رينج الفريم رينج بنستخدمه لما نبقى عايزين نشتغل على حتة معينة بس يعني مثلا الفوتش بتاعتي لنا بعمل لها بلاي دلوقتي 150 فريم وانا واقف في امبوت فهو جايب للرينج بتاعتها 150 فريم فلنفرض ان انا عايز اشتغل على اول 100 فريم بس فبحط له فريم رينج وبقول له الفريم رينج بتاعي مثلا من 1 ل 100 فريم وانلاحظ ان اول ما هسيب هتلاقي الطايم لاين عمل اوب ديت لان انا في الامبوت مود وبقى الفريم رينج الجديد عندي من 1 ل 100 بس اوكي فلما هتبلاي هيبلاي بالفريم الجديد من 1 ل 100 وهيربيت من الاول ماشي بس مهم جدا نفهم ان الفريم رينج مش بيطير بقية الحاجة يعني هو مش بيعمل ويديك بعد كده ما فيش حاجة لأ هي كل حاجة موجودة زي ما هي فمسلا تعال نشوف مثلا لو احنا عندنا اكس بلوجان زي ده مثلا فريم رينج وهقول له فريم ستة لفريم اربعين بس ماشي هنبلاي وكل حاجة تمام زي المتوقع بس لو حطناه فوق مثلا الفوتش بتاعتنا احنا بننكبه هنا مثلا ولو عملت بلاي هو طبعا البي بايب اخدت الامبوت بتاع الفوتش بتاعتي اللي هي 312 فريم فانا عندي دلوقتي من واحد ل 312 فلو بصيت على الاكس بلوجان بتاعي هتلاقي بيشتغل مزبوط من ستة لاربعين بس هيكمل عادي جدا لان هو بقيت الفوتش بتاعته موجودة اوكي يبقى الفريم رينج عندنا مش مش بيتريم مش بيقص الفيديو هو مجرد بيغير الرينج بتاعت الستارت والاند فبيغير في الامبوت بتاعك لب بتاعك بس ماشي لكن لو عايزه ينتهي عند حاجة معينة ساعتها هنستخدم الريتايم تعال نشوف نفس المثال هنا فانا ممكن في الريتايم لو بصيت على الريتايم نوت بقى هقول له ايه مسلا هنا هقول له الامبوت بتاعك طبعا فيه ريفيرس انت لو عمات ريفيرس الفيديو بتاعك هيتعكس يعني دي حاجات اللي لازم اتكلم عنها اساسية لو عمات ريفيرس الفيديو بتاعي هيعرض من قدام الورا اوكي انا هلغي ريفيرس وهارجع تاني اللي عايز اخده من الاكسبلوجن ده قولنا من فريم ستة لفريم اربعين وعايزه ينتهي تماما بعد كده ماشي اه فانا لو في الريتايم قلت له انا هاخد الامبوت رينج بتاعك هاخده من ستة لحد اربعين انا كده تمام وتعال نوصل للبكجراوند بتاعتنا ونشوف وموصل الريتايم بتاعتنا نتعال نعرض هنلاقيه بدأ من فريم ستة ولما يوصل لفريم اربعين هيوقف تماما ليل ان احنا عندنا بيفور وافتر نفاكرين لما تكلمنا بيفور وافتر في الهولد فانا عندي افتر فريم اربعين هيعمل ايه هيهولد لكن لو قلت له بلاك هيقفل خالص هيوصل لفريم اربعين في الرينج وبعك هيقفل خالص نفس الكلام في البداية يعني انا عندي بيبدأ في فريم ستة قبل فريم ستة لو تحركتش ماله هتلاقيه موجود لسه بس اعمل هولد انا ممكن اقول له قبل فريم ستة اعمل بلاك ما يبقاش في اي حاجة خالص ماشي فهيبدأ في فريم ستة وهينتهي في فريم اربعين ماشي يبقى ديجري تايم نود مهمة جدا انا اعطوه باستخدمها وبحبها جدا فانت لو عايز مثلا تاخد رينج معين بتاخده من هنا نفس فكرة الفريم رينج اللي اخدناه بس الفكرة انه عندنا حاجة اسمها اوتبوت رينج ده ممكن بقى الرينج اللي انت اخدته هنا ده تخليه يتعرض في اوقات معينة خالص يعني انا ممكن الامبوت رينج اللي انا اخدته من ستة لاربعين ده اقول له ما تبدأش في فريم ستة انا عايزك تبدأ من فريم واحد فهتلاقيني في الاوتبوت رينج جيت حطت واحد وهتلاحز ان هو عمل افست للنهاية حركها لان انا خليته بدل ما يبدأ ستة بدأ يبدأ في فريم واحد فالنهاية بدأ فريم اربعين بقت فريم تاتة وخمسين ممطقي جدا فهو رجعت هتلاقي بيبدأ من فريم واحد وبينتهي في فريم خمسة وقتين فدي الريتايم نود لذيذة جدا بتاخد رينج معين امبوت بتاعك وتقدر تخليها تظهر في اي رينج تاني يعني انا مثلا عايز الانفجار يظهر في فريم مثلا مية هاجي في الاوتبوت رينج واقول له ابدأ من فريم مية ماشي فهيجي عند فريم مية وهيبدأ الانفجار بتاعي وطبعا ما ننساش البيفور والافتر قبل الفريم بيبقى ايه بيبقى عمل هولد ولا بيبدأ بلاك وبعدهم بيعمل ايه وعندنا الالسبيد لو انت تتكلمنا عنه كتير المرات اللي فاتت قولنا انك انت ممكن لو انت واقف على فوتج اصلا بتعمل الفريم من جواها نفسها لو انت مسكت في التايمدين وحركتها فانت بتعمل افست عندك وهتلاقي الفريم عندك عمل مسلا افست خمسين فريم مثلا لو كتبنا هنا لان احنا رجعنا الورا فبدأ يبدأ من مينوس تسعة واربعين نيجاتف تسعة واربعين بدلا ما كان بيبدأ في فريم واحد لانك انت عملت افست لخمسين فريم فانت ممكن تعمل افست من هنا بايدك تحرك الفريم رينج بتاعك كله تعمل افست بقيمة معينة دلوقتي القيمة زيرو لان هو بيبدأ من فريم واحد مزبوط ماشي. ممكن قولنا انك انت عتعمل نفس الكلام ده في النوت بتاعت التايم افست بتاعتك. تقدر تعمل افست من هنا يعني مثلا تقدر تعمل اربعين فريم مسلا. وعدت تتأكد ان هوا تظهر لك هنا ممكن ترجع هنا في الافست وتقول له خلي اكسبريشن عشان تتأكد ان ده افت بتاع وان ما فيش اي افست حصل هنا. بعكال او بصيت من التايم افست انا برضو مش شايفها. فانت ممكن تيجي هنا فوق. وتقول انا مش عايزة شوف النوت بتاعته time offset بس تدوس اتنين كده عشان تقدر تختار اتنين نوت زورة بعض فلما تعمل time offset يبقى لسه شايف دي فلما تحرك time offset كده من تحت هي update عندك في time offset نوت اوكي فعشان اي تغيير بتعملوا يعني انا مثلا بعمل offset 50 فريم فانا عارف ان هو تحرك كده فابقى شايف ال update عندي في ال time line لكن تقريبا لو انت فاتح النوت بتاعته time offset بس مش هتبقى شايف حاجة اوكي وصلت فانا بقى اللي دي اتنين عشان اقدر اشوف ال read node بتاعتي وابدأ اشوف time offset اللي انا عملته وحركها لقد ايه ماشي فانا طبعا كده عملت 80 frame offset فانت لو رجعت انا في ال global دلوقتي مفيش حاجة حصلة ان هو لسه ما بدأش هو واقف في الاول بعد كده هيبدأ في frame 80 لو انت عايزه يبقى مختفي قبل كده ممكن تيجي في ال read node نفسها وتقول له hold يعني هنا قبل frame واحد تقول له اعمل black بعد ال hold فساعدها هيفضل عامل black لحد ما يوصل لframe واحد اللي هو معموله time offset طبعا بعد كده هيبدأ اشتغل اوكي اتمنى تكون الحاجات دي واضحة انا شايف ال timeline كده لان انا واقف global احنا اقولنا global اللي هي ال project settings فانا اجد ال project settings بتاعي في من واحد لمتين لكن انا لو واقف على ال input هيجيب لي ال input اللي هو من اول 80 بس وصلت ماشي يبقى مهم جدا ابقى عارف انا واقف على ال input ولا على ال global ال input قلنا بيجيب لي frame range بتاع الفوتش نفسها من واحد ال 153 مسلا اهو بي update ال input will global بيجيب لي project settings اوكي will in and out بيعرض لي الحتة اللي انا عامل فيها in و out بس لو انا عامل in على frame 10 على frame 59 هيعرض لي range دي بس اوكي حتى لو انا جايب input مثلا او global بيبقى باين عندي ال in فين والout فين والlook ده بيقول لي ان هو هيعرض ال in والout بس لو انا عايز اعرض كله وباشيل اللوج ده في بيكمل عادي اشطع فى يلا نكمل عرفنا ايه time offset time blur بنستخدمها ان احنا نعمل motion blur على الحاجات اللي بتتحرك فمسلا عندنا حاجة زي ده مثلا حطى the transform tool وهنا نحرك وحرك بسيطة كده ماشي انا عايز بس احطه على project settings فانا هعمل reformat هنا عشان مش عايز احرك بنفس المنظر ده هخلي reformat بتاع 1080 وهعمل له scale go reformat بتاعته ماشي وهبدأ احركه مثلا نحط keyframe هنا في 50 و keyframe هنا في 65 ماشي يبقى هو بيتحرك من هنا الى هنا كده وبمجرد ما هتوصل ال time blur عندك هتلاعي ان هي بتبدأ تقرأ الحركة اللي حصلت قبلها وبتعملك motion blur quality بتاعت المotion blur بتزيد كل ما انت بتزاود ال divisions دي على حساب طبعا ان هو بيبدأ يحسب اكتر بيعمل يارز اكتر فبيبطأ طبعا والshutter عندي معروف كل ما بيزاود الشوتر بتاع الكاميرا الموشن بلر عندي بيبقى اكبر فانا مثلا عندي شاتر 3 هيبقى حاجة زي كده وهكذا فده عندي time blur بيعمل motion blur للابجيكس اللي بتتحرك مفيد جدا في الحاجات الخفيفة لان هو يعتبر افكت سريع يعني انا ممكن استخدمه كمان على الروتوهات استخدام مهم جدا للتايم بلر في الروتو يعني انا مثلا عندي روتو بيتحرك نفس الكلام خليني اخلي الروتو دي تطلع rgba عشان اشوفو نفس الكلام لو وصلت له الروتو نود هتلاقيه طالما هو في حركة هيحصل له motion blur فمهم جدا مع الروتو ومع الحاجات البسيطة اللي بتتحرك نقدر نستخدم time blur وطبعا في جوا الروتو نفسه لا لا فيه تابة بتايمة motion blur بتقدر تعمل فيها الموشن بلر ده من جوا هو هو نفس الtime blur بتعمله من جوا في global وبتتحكم برضو في الشاتر والموشن بلر اوكي transform tool فيها نفس الكلام يعني انت لو بصيت على transform tool في motion blur تحت بتقدر تعمله من هنا نفس الكلام الشاتر والموشن بلر لكن لو احنا عندنا حاجة بتتحرك مثلا زي دي فانت ما عندكش ال data بتاعت transform بتاعت الشاحنة دي فانت لو عايز تحط motion blur لحاجة زي كده انت بتبقى عايز تستخدم حاجة زي motion blur node اللي هي اصلا بتبدأ تاناليز الفوتش باعة وتشوف الفريمات وهي بتتحرك وتعمل عليها motion blur لكن ال time blur node عندي محتاجة ان يبقى فيه transform داخل لها في حركة بتحصل يقدر البرنامج يقرأ اوكي فدي ال time blur node تعال دا نشوف حاجة تاني ماشي نبدأ بال frame blend frame blend node لازيزة شوية اللي بتعمله ان هي بتاخد عدد الفريمز اللي انت بتقول عليه يعني مثلا خمس فريمات وبتعمل لهم blend فانت لو بدأت تبص هتلاقي كل خمس فريمات بيتجمعوا سوا بيتعمل لهم blend للصورة كلها فبيطلع عندك الشكل اللي عامل ده لان كل بتنعم وبتندمج مع بعض فبيحصل الشكل ده فانت ممكن استخدمها في حاجات زي كده انك انت بتنعم الصورة انك انت بتعمل زي كده يعني انا لو عدلت مساء خليت كل 11 فريم تعال هنشوف الرزالت هيبقى عندك رزالت زي كده بس طبعا انت بتباوز الجرينز وبتنعم الصورة لما بتعمل blendنج للفريمز كده وهنستخدمها في اوقات مع الكلينج احيانا بتبقى مفيدة انك انت تمرج الفريمات مع بعض يعني مثلا الفاكرين الشرط ده لما كانت البنت دي بتتحرك احنا ممكن نستخدم باكان احنا نبلند الفريمز مع بعض فنبدأ نطلع clean blade من غير البنت دي لان هي في كل فريم كده في مكان مختلف تعالى مثلا نعلي value ونخليها 30 مثلا ونشوفها تبقى result هتلاعي ان الفريمات بتتعمل blending مع بعض فده لو شدت مسلا بكاميرا سابتة وعندك object بتتحرك وانت استخدمت الفريم بلندن انك انت تعمل بلندن كذا فريم فانت بتقدر تطلع clean blade منهم ماشي؟ يعني مثلا لو انا دست input range فاياخد ال input بتاع الفيديو كله هياخد المدة بتاعت الفيديو كلها وهتلاقي عمل لنا تأثير ده طبعا الفريم هيبقى ثابت لان هو اخد كل الفريمات وعمل لها بلند مع بعض فخلاص ما بقاش في حركة بقى فريم ثابت بس طبعا لان الكاميرا بتتحرك فكل حاجة بدأت تعمل بلند بعض عشان كده فالدني عندنا بايزة هنا بس انا عايزك تفهم القدرة ان النوت دي قدر يعملها انك انت ما تعمل بلند وطلع حتة فاضية زي كده ممكن نستفاد جدا بالموضوع ده بعد كاف الشوتات السبتة ماشي؟ اللي يهمني دلوقتي انه هو بيبلند الفليمز مع بعض اللي انت بتتخيلها له ماشي وبعد كه هنعرف ازاي نستخدم الماسك الفورجراوند مات ان احنا نعمل بلندنج للابجيكت معين او الحتة معينة ماشي؟ الطايم ايكو الطايم ايكو حاجة قريبة بس هو مش مش بيعمل بلندنج الطايم ايكو بيعمل صدا زي ما اسمه بيقول فانت لو زودت كده خليت الفريمز تولوك اد خمسة هتلاقيه كل فريم بيعمل زي استامب الفريم تاني وبيبلند بينهم بمود معين تعالوا نغير المود ده هده بلاش بلاس الافرش الافرش كويس هتلاقيه بيدي تأثير مختلف عن البلند تأثير الصدا هيبين برده اكتر في الحاجات اللي بتتحرك لو حاجه بتتحرك وحطنا مثلا ده الاخر اللي كان بيتحرك هنا ده هنالغي الموشن بولر من هاريه كده هنالغي الموشن بولر من هاريه كده تعال هنشوف التايم ايكو التايم ايكو بالزبط بيعمل كده بيبدأ يعمل للفريمات اللي قابليها يكررها فيعمل الافكت بتاع الصدا بتاع الوقت ده ممكن نستخدمه بعد كده في حاجات لوحدها وتتحرك وممكن يبقى زريف افكت معينة الحاجه اللي بعد كده في ايهو انا عمري ما استخدمته بس تقريبا هو حاجه بتبدأ تسموز كده او تبلند برضو الفريمز بطريقة معينة مش فاكر والله الناس بتستخدمه ايه بس ما شفتش ناس كتير بتستخدمه بس بس هو برضو حاجه من طرق ان هو يعمل بلندنج بين الفريمز ان هو يحاول ينعم يعني هو عام التأسير الغريبي اوي كده ففاكس احنا بنحاول بس نتعرف على كل التودز بتاعت الريتايم الادفانسد ريتايم احنا لما بصينا على الريتايم نوت فين الريتايم ريتايم نوت كان فيها الامبود ده بتاع الاسبيد اللي هو لو عليته بتاعت الشوت بتاعتي هيزيد ولو قللته تحت الواحد هيبدأ خلص ماشي بس عندنا حاجات تولز تانية بتاعت الريتايمنج حاجات ادفانسد شوية بتخليك كوالتي احسن يعني انت لو عايز تفيك ويبقى شكله كويس يبقى البلندنج بتاع الفريمز محترم شوية ما تستخدمش الريتايم ويبدأ استخدم الكرونوس الكرونوس تولز تولز دي قوية شوية هي والاوبتيكال فلو فانت غالبا بتستخدمهم لما بتيجي تبطق الشوت او تسرعه وعايز تحافظ على الكوالتي يعني قد ما تقدر عايز تبلند بين الفريمز بطرق مختلفة فانت بتستخدم كده يعني انت اول ما بصيت اول ما حطيته هتلاقي الاوتوب سبيد نص يعني انا معناه ان انا كده ببطق وفيه طرق مختلفة ان هو يبلند بين الفريمز ولا يبلند الموشن طرق مختلفة هتلاقيه هتلاقيه في كل برامج لما بتعمل ري تايمينج للسبيد بتسرع وتبطق فهتلاقي ان هو كوالتي بتاعته في الري تايمينج اعلى بكتير من الري تايم العادي ونفس الكلام في الاوتوكال فلو هتلاقي برضو اهم سيرنجز الاوتوبوت سبيد مثلا وهتلاقي فيه طرق مختلفة محتاج تبدأ تجارة بتلعب فيها بس غالبا التولز دي بنستخدمها في سبيد بس ماشي وبكده نوصل للحاجات الاخيرة اللي هي مش مهمة قوي بس ممكن حد فيه كل يلاقيها لذيذة بالنسبة له يعني مثلا عندنا البند كليب ده بنستخدمه انك انت تعرض كذا كليب ورا بعد يعني انت لو وصلت واحد معك هتلاقي امبوت تاني اثنين امبوت تلاتة تقدر توصل عدد لنهائي من الكليبات وهو هيبدأ يحطوهم ورا بعد ويعرضه يعني انت بالزبط كأنك واقف تايملاين واعد تترس الفيديو هات ورا بعد لو عملت امبوت هتلاقي اجمالي المدة بتاعتهم يعني ده مثلا 267 فريم زائد ده 247 فريم زائد 185 المدة بتاعتهم 186 البند كليب بدأت تعرضهم ورا بعد بالترتيب ده تبتيب رقم واحد للفيديو ده بعد كده هيبدأ بعده الفيديو ده بعد كده هيبدأ بعده الفيديو الاخير وهتلاقي ان هو بيبدأ بيجيب الخط بيبقى لونه أصفر الورانج اللي هو الحاجة اللي بتتعرض دلوقتي ماشي يبقى دي البند كليب بتعرض الكليبات ورا بعد مش اكتر التايم كليب عندنا حاجة زي ممكن ان اعتبرها زي الفريم رينج بالزبط بس الفكرة ان هي بتديك option ان هي تفيد ان الفيديو يعني لو بسيت على الفيديو ده مثلا عندي من 1 ل 517 ممكن اخد رينج معينة فهتبقى زي الفريم رينج بالزبط بس الاختلاف ان هي بتديك option انك تقدر تفيد ان فانا ممكن اقول له مثلا اعمل لي فيد ان ثانية فهدخل 24 فريم مثلا وهعمل بلاي فهتلاقيه بيفيد في الاول وممكن تقول له يفيد في الاخر ممكن اقوله 25 فريم في الاخر فايجي يوصل لاخر الكليب وهيعمل فيد انج الثانية فادا ال time clip يعني انت ممكن تميكس بين الاثنين يعني انت مثلا عندك الكليبات دي ممكن تيجي تحط ال time clip ده هنا عشان يبدأ يفيد في اول كل فيديو وفي ال transition بينهم هيجي هنا في ال abend clip ساعتها هيبدأ يعرض ولما يجي يخش على الفيديو البعد وهتلاقي بيفيد في اخر كل فيديو بالقيمة اللي انت قيل له عليه ماشي يبقى عندنا time clip زي وزي فريم رينج بس الفكرة ان هو بيدينا option ان احنا اعمل fade in و fade out وعندنا layer contact layer contact مجرد ان هو بيحط لك layers جنبه بعض لو انت عايز تقارن بين كذا layer تقدر تستخدم layer contact تقدر تحط كمية كبيرة يعني انت ممكن تحط عدد لمتناهم الفيديوهات وتقارنهم جنبه بعض مداد بتاعهم مثلا ممكن اخلي ده اثنين وده واحد rows و columns فيبقى فوق بعض كده وهكذا ماشي هي بقى دي بس حاجات بتساعدك انك انت تقارن الفيديوهات أو تعرض فيديوهين جنبه بعض بس في ده كان درس النهاردة time nodes كلها اللي موجودة هنا اتعرفنا عليها مهم بالنسبة لي جدا انك انت تبدأ تراجع على الحاجات الاساسية قبل ما نكمل الدروس الجاية عشان هنخش في حاجات advanced اكتر مهم عندي تبقى فاهم اغلب الحاجات اللي هنا و متوقع ان احنا نكون كلنا مع الشغل وان احنا بدأنا نجرب الحاجات دي فاحنا فاهمنا اغلب البوتونس دي يعني انا مثلا هتلاقيني ما كنتش بقى استخدم ده كتير بس ده مهم ان انا مثلا الرقم ده عدد الفيليمات اللي انا اقدر انطها الشورت كات بتاع ولو ابت هتلاقي شفت رايت يعني انا كده هبدو شفت رايت بتحرك عشر فريمات قيمة هنا لو انا عايز اتحرك مثلا ثلاث فريمات بس مثلا فلنفرض ان انا بعمل روتو فهكتب له ثلاثة ولما بتحرك هيبدأ اتحرك كل ثلاث فريمات سبعة وثمانين تبسعين 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 اوكي فلو انت مثلا شغال بتعمل روتو كل ثلاث فريمات فعايز تتحرك قيمة معينة جدا وده طبعا البطن ده go to end والي short cut end على الكيبورت بيوديني الاخر الفيديو بتاعي والعكس بتاعه هوم وعندنا طبعا لو احنا حطين keyframes معينة بنقدر نتنقل بينهم يعني انا مثلا عندي color correction هنا وبعد كده color correction مختلف هنا كده فيه اتنين keyframes عشان ابدأ اتحرك بينهم وانا واقف عن نود بتاعتهم بادوس على frame او go to next keyframe وعندي طبعا البلاي forward backward وplayframe واحد والإمبوتس احنا عارفينها إمبوت يجبلي الفريمز بتاع الشوت نفسه global project settings كل الفريمه بتاعه ايه frame range وال ال in وال out لو انا عام ال in و out هنا تعرض لي i وال ovus وال visible بيجبلي اجمالي كل النوت لو انا عمل مرج مثلا بكذا نوت فبيجبلي كل frame range بتاعهم او الفريمز بتاعتهم كلهم كام بكام حتى لو هي اكبر حتى لو مجموعهم الحاجات المختبطة ببعض اكبر من project settings هيجيبهم لي برضو هيجيبلي كل visible frames ده ده playback frame rate غالبا بنخلي زي project settings 24 frame برسانية في الافلام والحاجات دي هتلاقي الدينيا دايما بنشتغل 24 في المسلسلات هتلاقي frame rate 25 غالبا ومش مطلوب يبقى اعلى من كده غير لو احنا شغالين في حاجات مثلا شوتات سلو موشن او حاجات متصورة بكاميرات معاينة ومطلوب ان هي تطلع بframe rate اعلى من كده اللي يهمني تاني هنا مافيش حاجة هنا تاني مهمة غير flipbook لو انت مثلا الجهاز بتاعك مهنج ومش قادر يكيش عادل ومش قادر تشوف الشوت real time بتدوس flipbook وبتقول له اعمل لي flipbook من frame كذا لframe كذا مثلا هذا مثل pre-render او pre-view real time فعلي للشوت مثلا فهتلاقي بيحمل وفي الاخر هيتطلع view يوريك فيه شوت real time فهي طريقة من طرق انك انت تعمل pre-view محترم يشتغل معك real time من غير تهنيك Wait